مناورات صينية جديدة حول تايوان تزامنا مع زيارة وفد الكونجرس الأمريكي استمرار تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو بشأن قصف محطة زفاروجيا النووية مخاطر الركود في منطقة اليورو تصل لإعلى مستوى لها منذ عام 2020 الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم لا تزال قضية تايوان تسيطر على المشهد وخاصة بعد زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى البلاد في تحدي جديد لسياسة صين واحدة في تلك الأثناء رصدت تايوان عبور 15 طائرة صينية خط الوسط بالمديق بتزامن مع تدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة هذا الخبر والمزيد في سياق هذه النشرة ذكر الجيش الصيني أنه أجرى مزيدا من التدريبات بالقرب من تايوان والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها وذلك بالتزامن مع قيام وفد من الكونجرس الأمريكي بزيارة لتايوان اجتمع خلالها مع الرئيسة تساي أنجوي ووصف الجيش الصيني إجراء منورات حول تايوان برادع للخدع السياسية التي تقوم بها واشنطن والتايبي كما أكد الجيش الصيني أنه سيتابع التدريب والعمل على رفع جاهزيته القتالية للحفاظ على سيادة البلاد قالت وزارة دفاع التايوانية أن 15 طائرة صينية عبرت خط الوسط بمديق تايوان بالتزامن مع التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتتعاهد باستعادتها ولو بالقوة وبعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أرسلت بكين على مدى أسبوع سفن حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والأجواء المحيطة بالجزيرة التقى خمسة نواب أمريكيين يزورون تايوان بالرئيسة تايوانية ساي أنجوين وذلك الإظهار الدعم لتايوان في ظل تصاعد التوترات في مديق تايوان كما زار وفد الكونغرس البرلمانة تايواني في مؤشر جديد على دعم المشرعين الأمريكيين للجزيرة المتمتعة بالحكم الداتية من المتوقع أن يكون الحد من التوترات في مديق تايوان والاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات الحيوية في تايوان من الموضوعات الرئيسية على جدول المحادثات قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة ليو بينجو إن الصين تعارض أي نوع من العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان أضف المتحدث الرسمي الصيني أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة وحازمة ردا على ما وصفه بالاستفزازات الأمريكية لافتا إلى أن الزيارة الجديدة والتي يقوم بها وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان تثبت أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الاستقرار عبر مضيق تايوان أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن قواته تنفذ العمليات العسكرية في أوكرانيا بشكل فعال لافتا إلى دعوة الدول الصديقة لإجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية وخلال مشاركته في أعمال منتدى الجيش العسكري 2022 بموسكو بمشاركة 70 دولة أكد بوتين أن تطوير تعاون مع الشركاء العسكريين لبلاده سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار في العالم أجمع طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وعدة دول أخرى روسيا بالانسحاب الفوري من محطة زباروجيا للطاقة النووية وعودة المحطة تحت السيادة الأوكرانية وعتبر البيان تمركز أفراد عسكريين روس وأسلحة روسية في المنشأة النووية أمر غير مقبول ذكر البيان المشترك أن الأمر سيمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا من إجراء التحقيق حول الأضرار التي لحقت بالمحطة جراء القصف المتبادل بين موسكو وكيف وستتبادل الاتهامات بالتصعيد منذ أكثر من أسبوع بين روسيا من ناحية وأوكرانيا من ناحية أخرى حول قصف محطة زباروجيا تزداد المخاوف من وقوع كارثة نووية جديدة على بعد 500 كم فقط من موقع كارثة تشيرنوبل التي تعد أسوأ أحادث نووي شهده العالم عام 1986 استمرار القصف على المحطة النووية والمنطقة المحيطة أدى إلى إلحاق أضرار بوحدة الضخط تابعة للمحطة وأدى أيضا إلى تدمير جزئي لإدارة الإطفاء المسؤولة عن أمن المحطة بحسب بيان القوات الأوكرانية في المقابل اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بالوقوف وراء الضربات التي تستهدف محيط المحطة النووية مما ينذر بكارثة نووية قد يصل مداها إلى أوروبا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدوره دعا روسيا وأوكرانيا إلى وقف الكتال بكافة أشكاله قرب المحطة بعد تجدد القصف لتجنب العالم خطر كارثة نووية الوضع المقلق في محيط محطة زابوروجيا أثار قلق المجتمع الدولي حول وقوع كارثة نووية الأمر الذي استدعى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس المقبل وإقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوروجيا وانسحاب القوات الروسية من المنطقة لضمان أمن وسلامة المحطة وتجنب أوروبا بل والعالم بأسره من حدوث كارثة نووية من جهته اقترح عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيا المعين من قبل موسكو راديمير رغوف إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية وضف رغوف في تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك أنه لا ينبغي لقيادة الأمم المتحدة ورئيس ديبلوماسية الاتحاد الأوروبية أن يطالب بنزع السلاح مقترحا الحديث عن اتفاق للوقف إطلاق النار أو تنفيذ هدنة في المنطقة المحيطة بالمحطة النووية معتبرا أن نزع السلاح في هذه المنطقة من شأن أن يوقد الأوكرانيين الذين يبتزون العالم بقصفهم المحطة النووية وتهديد الجميع بكارثة نووية وتنفي سلطات كييف استهداف المحطة وتتهم الجيش الروسي الذي يسيطر على المحطة بقصفها نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أنظمة إسكندر الصاروخية الروسية تظهر تنفيذ ضربات على منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية العسكرية تعد أنظمة إسكندر الصاروخية تكتيكية الروسية المزودة بالصواريخ المجنحة قادرة على إصابة الهدف على بعد مئات الكيلومترات وتبلغ أعلى نقطة في مصاري خمسين كيلومترا ويتراوح الوقت اللازم لإطلاق الصواريخ من منظومة إسكندر ما بين أربعة إلى ست عشرة دقيقة إنما يتراوح الفاصل الزمني بين عمليات الإطلاق والذي لا يتجاوز دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر أعلنت خدمة الشحن بميناء أوديسا الأوكراني دخول سفينتين للميناء لتحميل المنتجات الزراعية وسيتم تحميلها بسبعة ألاف طن من زيت عباد الشمس والذرع يشار إلى أنه منذ بداية أغسطس الجاري تم تصدير حوالي 375 ألف طن من الحبوب والمواد الغدائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية عبر الممر البحري الإنساني قالت وزارة الزراع الأوكرانية إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بنسبة 46% على أساس سنوية لتصل إلى 2.65 مليون طن حتى الآن في موسم 2022-2023 هذا واتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود والتي تعد طريقا رئيسيا للتصدير ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط وفي نهاية يوليو الماضي تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين موسكو وكيف بوساطة من الأمم المتحدة أكد نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون كريلا سيترومسيوف أكد أن تصريحات أوكرانيا حول هجمات مضادة على المنطقة هي وعود فارغة كالوعود التي صدرت خلال السنوات الماضية لاستعادة دونباس وشبه جزيرة القرم وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت مرارا عن هجمات مضادة على خيرسون التي تغضع الآن لسيطرة القوات الروسية في حين أن السلطات المحلية تعلن عزمها إجراء استفتاء حول مسألة الانضمام إلى الاتحاد الروسي أكد رئيس مجلس الدومة الروسية أن العجز الشهري للاقتصاد الأوكراني يبلغ خمسة مليارات دولار مضيفا أن كيف تفقد استقلالها المالية أضاف المسؤول الروسي أن أوكرانيا باتت مفلسة وتم تشكيله والضرائب التي تشكل المحصلة بـ 40% فقط من ميزانية الدولة ويذهب أكثر من 60% للإنفاق العسكري كما أكد رئيس مجلس الدومة أن أوكرانيا ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها دون مساعدة مالية من الولايات المتحدة وأوروبا قالت الحكومة في نيوزيلندا سترسل 120 عسكريا إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الأوكرانيين على القتال في الخطوط الأمامية وقالت الحكومة في بيان الله أن تدريب حوالي 800 جندي أوكراني سيجري حصريا في واحد من أربعة مواقع في بريطانيا مشيرة إلى أن العسكريين نيوزيلنديين لن يسافروا إلى أوكرانيا وتسمح هذه الخطوة لفرقتين لتدريب المشاب تزويد العسكريين الأوكرانيين بالمهارات الأساسية لتحسين أدائهم في القتال بما يشمل كيفية التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية القتالية وقانون العمليات وغيرها من المهارات أظهرت بيانات شركة تشغيل الغاز الروسي استقرار تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر بعض خطوط الأنابيب الرئيسية كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أكدت الأسبوع الماضي أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب للارتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد هبطت بحوالي 40% في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن وزير التجارة الروسي دينيس منتروف قولة إن صادرات الأسميدة الروسية تراجعت بنسبة 7% في النصف الأول من العام نتيجة للعقوبات الغربية على موسكو من ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة إن متوسط الإنتاج اليومي من النفط والمكتفات في روسيا بلغ 1.42 مليون طن في الأسبوع الأولى من أغسطس وذلك بانخفاض بلغت نسبته 3% عن يوليو أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.7% في يوليو عنه قبل عام مرتفعا عن وتيرة بلغت 2.3% في يونيو وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في بيان رسمي ذكرت أن القطاع الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 3.9% وذلك بصفة أساسية كنتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار اللحوم بشكل خاص والتي ارتفعت بما يصل إلى 5.1% أضافت الهيئة العامة أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في يوليو من عام 2022 نظرا لأهميتها المرتفعة في سلة المستهلك السعودي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بينما سجل مؤشر أسعار المنتجين نموا ضيقا في يوليو وذكر المكتب الوطني للأحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين شهد نموا على أساس سنوي بنسبة 2.7% في يوليو مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والتابغة والكحول من ناحية أخرى خفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام وسحب بعض سيولة من النظام المصرفية في محاولة لإنعاش الطلب على الاعتمان لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا قال المسؤول عن إدارة إمدادات الغاز الألمانية كلاوس مولار قال إنه إذا فشلت ألمانيا في تحقيق وفورات في الغاز بنسبة 20% فإن البلاد ستكون في خطر جسيم وذلك بسبب أزمة الطاقة الحالية أضف المسؤول الألماني أنه يجب خفض استخدام الغاز بمقدار الخمس لتجنب أزمة نقص الطاقة في هذا الشتاء هذا وتعتمد قدرة ألمانيا على اكتياز الشتاء على كمية الغاز التي يمكن تخزينها في وقت مبكر من بداية العام يتوقع المستهلكون في ألمانيا ارتفاع فواتير الطاقة بمقدار 480 يورو سنويا في ظل ضريبة الغاز التي فرضتها الحكومة بهدف توزيع التكاليف المرتفعة لاستبدال الغاز الروسي بين جميع المستهلكين ويبدأ سريانه اعتبارا من أكتوبر القادم وقال وزير الطاقة الألمانية روبرت تاعابك أن الرسوم الجديدة جاءت نتيجة لنقص الطاقة الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية هذا ويبلغ معدل تدخم الألماني بالفعل 8.5% وستؤدي الزيادة في فواتير الطاقة المنزلية إلى زيادة تكلفة المعيشة وصل خطر حدود في ركود في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر من عام 2020 وهذا الخطر يهدد نقص الطاقة بدافع التدخم القياسي إلى الارتفاع وقد أشارت وكالة بلومبيرج إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركات والأسر في منطقة اليورو وأدت تهديدات الطاقة الروسية إلى تفاقم هذه المشكلة مع اقتراب الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2022 بالإضافة إلى ذلك تفاقمت اختناقات العرض بسبب موجات الجفاف الشديدة في جميع أنحاء أوروبا في هذا الصيف توقع اقتصاديون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر كما فعل في يوليو ومن المتوقع الآن أن يبلغ معدل التدخم بمنطقة اليورو 8% في المتوسط عام 2022 ونحو 4% العام المقبل ومع ذلك لا يزال اقتصاديون يرون أنه يطباط إلى المستهدف البالغ 2% في عام 2024 وللمتابعين نضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأستاذ أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي أستاذ أحمد خطر ركود واضح في منطقة اليورو ووصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر من عام 2020 طبعا هذا يعود إلى نقص الطاقة بدفع تدخم القياسي ما أدى إلى ارتفاعه كيف تقرأ هذه المؤشرات في ضوء هذه الأزمة العالمية التضخم هي ظاهرة عالمية باتت تواجها لأقتصاد العالمي بقساوى غير مسبوقة ولكن في النسبة لمنطقة اليورو تبعات مثل هذا الوضع المرتبط في ارتفاع مستوى واضحهم سوف يكون لذلك تدائيات وتبعات اقتصادية خطيرة جدا ومثل هذه التبعات 6% ترتبط مع إمكانية أن يستمر المشروع الاقتصادي الأوروبي وامكانية أن تستمر العملة الأوروبية الموحدة اليورو في المرحلة المقبلة وهنا يجب أن يتذكر الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي واجهت منطقة اليورو والتي ارتبطت مع عزمة أسلين الأوروبية في عام 2012 إذا قمنا بمقارنة مباشرة بين الخطرتين بالتأكيد الأزمة الحالية هي أخطر بكثير وبالرغم من أن أزلة 2012 كانت تهدد الكريف إصمارية اليورو بشكل مباشر ولولا السياسة النقطية الفاتية التي اعتمدها في حينها ماريو تراجي الذي كان حينها رئيس البنك المركز الأوروبي لكان مشروع اليورو قد فجل وانتهى بشكل كامل لذلك التوقعات تأخذنا خاليا لأن إمكانية إصمارية اليورو كعملة أوروبية موحدة تزمع تسعة عشر اقتصاد مختلف المعالم فاتت على المحاك لأن ارتفاع مستوى التطخم سوف يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع خدماتها الديون هذا الجوال الأوروبية التي تعاني المسجدات مكتفعة من الديون وهنا نذكر في إيطاليا يعني تاسع أكبر اقتصاد في العالم يعاني نسة ومديونية يتجاوز 150% لذلك عندما ترتفع نسب الفائدة وهناك توقعات بأن البنك المركز الأوروبي سوف يستمر في نهجي لرفع نسب الفائدة لمواجهة التطخم في التكثير في هذه الفطوات سوف يكون لها تدعيات تباشرة في أجول نفس تعاني من أرتفاع مستوى المدينية وهنا المخاطر الكبيرة والحقيقية التي تواجه المسجد والاقتصادي الأوروبي تكل وأمكانية أن تستمر العمل الأوروبية الموحدة للمرحلة المقبلة نعم يعني ذكرت إيطاليا كمثال هناك أيضا تصريحات غير مباشرة يعني من المسؤولين الألمان بأن برلين أيضا في خطر جسيم بسبب أزمة الطاقة الحالية مع توقعات المستهلكين أيضا ارتفاع فواتير الطاقة بمقدار ربعمية وتمانين يورو سنويا نعم بالتأكيد ولكن إذا قررنا بين المخاطر التي تواجهها ألمانيا والمخاطر التي تواجه إيطاليا يعني يمكن القول واقعيا بأن المخاطر الاقتصادية التي تواجه ألمانيا يعني قد تكون مرائل اقتصادية مرحلية بالتأكيد الاقتصاد العلماني سوف يواجه متاعب اقتصادية كثيرة جدا خلال العام الجاري والعام المقبل بسبب عدم قدرة ألمانيا في إيساء حاجتها من مصاطر الطاقة والسياسة التقسس التي سوف تعتمدها هناك التوقعات لأن الاقتصاد العلماني يمكن أن يتراجع بما يزيد عن 265 مليار يورو ولكن مصر هذه المتاعب الاقتصادية المتوقعة بالاقتصادية سوف تكون مرحلية يعني بالتأكيد ألمانيا مع بداية عام 2024 سوف تبتع في اشعاج التعافية الاقتصادية ولكن إذا انتقلنا إلى الوجه الآخر من المقارنة ونعود إلى إيطاليا بالتأكيد الوضع يختلف كليا لأن إيطاليا كانت تعتمد بشكل أساسي في مواجهة نتائجها الاقتصادية والتعامل مع المكتب المتقيم المرتفع لديها مع البرنامج المكثب الذي اعتمته البنك المركز الأوروبي في شراء السندات الآن هذا البرنامج قد انتهى واقعيا انتهى بشكل ثاني وليس هناك من أي آمان في إمكانيك أن يعود البنك المركز الأوروبي لأثبات هذا البرنامج في المرحلة المقبلة لذلك عندما يبقى البنك المركز الأوروبي يرى أن يتبع الفائدة بالتأكيد هذه النواقص الخطيرة التي يعاني من المسرور الاقتصادية الأوروبي سوف تنعكي سوف تطفع على السطح وسوف ترفع تساؤلات واقعية وحائقية إذا كان بإمكاني الأوروبيين الإخمار في دعم اليورو كعملة أوروبية موحدة يعني بالتأكيد المرحلة المقبلة تعتمد مشهد سوداوي قاكم خاصة بالنسبة للجول التي تعاني من المسرور المديونية إيطالية، اليمنان، البرتغال، إسلامية مثل هذه الزوال بالتأكيد سوف تكون على المحك بخصوص مدى قدرتها للتعامل مع التبعات لخصوص الخطيرة لفرحة المقبلة نعم أشكر جزيلا الخبير في الاقتصاد السياسي أحمد يسين أصبحت بريطانيا أول دولة توافق على لقاح يستهدف كل من فيروس كورونا ومتحور أوميكرون من الفيروس ووافقت هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة على ما يسمى باللقاح الثناء التكافؤ الذي تصنعه شركة الأدوية الأمريكية مودارنا كمعزز للبالغين ووصفت الهيئة اللقاح بالأدال حادة في مستودعي أسلحة للمساعدة في الحماية من المرض مع استمرار تطور الفيروس أعلنت مجموعة مودارنا أنها تعتزم فتح مصنع للقاحات في ميلبرن الأسترالية في خطوة هي الأولى من نوعها في النصف الجنوبية من الكرة الأرضية سيقام المشروع في جامعة مناش إحدى أكبر الجامعات في البلاد وذلك بهدف إنتاج مئة مليون جرعة في السنة من اللقاح ضد كورونا والإنفلونزا وأمراض أخرى هذا ومن المرتقب البدء بتشيد مصنع مودارنا في هذه السنة على أن يتم إنجازه في عام 2024 سجلت السلطات اليابانية 138.613 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذكرت هيئة الإداءة اليابانية أن السلطات سجلت أيضا 204 حالات وفا جديدة جراء الإصابة بالفيروس فيما انخفض عدد الحالات الحارجة بمستشفيات البلاد إلى 607 حالات وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء 15.812.000 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 35.419 حالة وفا أكدت الهيئة الأوروبية للأدوية أن اللقاح الدنمرقي للوقاية من فيروس جودر القرذ أنفاكس والذي أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي ليس لقاحا تجريبيا ذكرت الهيئة أنها منحت في يوليو الماضي موافقتها الكاملة على استخدام اللقاح ضد جودر القرذة علما بأنه معتمد منذ العام 2013 في الاتحاد الأوروبي ضد الجودر البشري يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن فيروس جودر القرذة حالة توارئ بعد اكتشاف أكثر من ألفين حالة إصابة به في جميع أنحاء العالم أعلنت وزارة الصحة اللادفية أنها تلقت اللقاح الوحيد المضاد لمرض جودر القرذة من المفوضية الأوروبية لتطعيم الفئات المعرضة للخطر وتم تأكيد أربع حالات إصابة بجودر القرذة في لادفيا حتى الآن وبعد التحقيق الوبائي صرح مركز الأوبئة أن جميع مصادر الحالات المؤكدة من جودر القرذة تمت مصادفتها خارج لادفيا ولم يتم تحديد انتقال محلية وتم احتواء جميع الحالات الأربع وبائيا جدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كاشيدا تعهد اليابان بعدم الحرب خلال احتفال بلاده بالذكرى السابعة والسبعين لهزيمتها في الحرب العالمية الثانية ركز كاشيدا إلى حد كبير على الأضرار التي لحقت باليابان بسبب القصف الذري الأمريكي على هيروشيما وناجزاكي والقنابل الحارقة الهائلة في جميع أنحاء اليابان والمعركة البرية الدموية في أوكيناوا وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن السلام والازدهار الذي تتمتع به البلاد اليوم مبنيان على معاناة وتضحيات أولئك الذين ماتوا في هذه الحرب تعهد رئيس الوزراء الهندي نارندر مودي بالعمل على تحويل بلاده إلى دولة متقدمة بحلول عام الفين سبعة واربعين وقال مودي بمناسبة الدكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند عن الحكم البريطانية إن النظرة العالم للهند بدأت تتغير وأن العالم يتطلع إليها للمساعدة في حل القضايا العالمية أضاف مودي أن الهند تسترشد بقيم الاعتماد على الذات وروح الشراكة الدولية لتحقيق تميز في العلوم والتكنولوجيا وإقامة الصناعات وتحقيق أمن الغداء والطاقة أعلن رئيس الكورية الجنوبية يون سوكيول أنه سيقدم حزمة مساعدات كبيرة إلى كوريا الشمالية في مقابل نزع سلاحها النووي وهو عرض لطالما رفضته بيونج يونج يأتي اقتراح سيول بعد أيام على تهديد بيونج يونج بالقضاء على سلطات كوريا الجنوبية على خلفية التفشي الأخير لفيروس كورونا في الشمال وبعد أقل من شهر على إعلان الزعيم كيم جونج أون أن بلاده مستعدة لتعبئة قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة ودول الجنوب أعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مركز للتسوق بالعاصمة ييريفان إلى ستة قتلى وواحد وستين مصابة وأفادت السلطات المحلية بأن مستودعا لمواد الألعاب النارية انفجر في مركز تسوق بالعاصمة واضحة أن عناصر مركز الاستجابة الإنساني الأرماني الروسي العامل في أرمينيا يشاركون أيضا في إطفاء الحريق تصل مستويات المياه في نهر الراين بألمانيا إلى نقطة منخفضة للغاية في الأيام القادمة ما يجعل من الصعب على نحو متزايد نقل البضائع بما في ذلك الفحم والبنزين ويسيطر الجفاف وأزمة الطاقة على أوروبا وفقا للإدارة الفيدرالية للممرات المائية والشحنة فقد يبلغ 32 سنتيمتر صباح يوم الاثنين أي نحو 5 سنتيمترات أقل من نفس الوقت في اليوم السابق كانت وكالة الأنباء الألمانية قد أفادت بأن منسوب البيع قد يتأرجح ما بين 31 و33 سنتيمترا بحلول يوم الجمعة وفقا لتوقعات الإدارة أفادت بيانات من وكالة البيئة البريطانية أن مستويات المياه في طبقات المياه الجوفية في جميع أنحاء إنجلترا أصبحت منخافضة بشكل استثنائي يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حالات جفاف في عدة أجزاء من إنجلترا مع تسجيل البلاد أعلى درجات حرارة هذا الصيف على الإطلاق مع انتشار الجفاف في عدة أجزاء من إنجلترا تستمر درجات الحرارة الحارقة في استنفاذ الخزانات والأنهار والمياه الجوفية في البلاد مستويات المياه في الطبقات الجوفية في جميع أنحاء إنجلترا باتت منخفضة بشكل استثنائي وسجلت البلاد أسخن صيف على الإطلاق في نهاية يوليو قالت وكالة البيئة أن مستويات المياه كانت أقل من المعتاد في العديد من مواقع المراقبة وكانت منخفضة بشكل خاص في كوتسوا وولدس وسوث داونز ويوركشاير وولدس هنا في منطقة ساسكس تضخ شركة مياه الجنوب 172 لترا في الثانية من طبقة المياه الجوفية التباشيرية لتزويد مدينة بريتون القريبة بالمياه وذلك بالتزامن مع استعدادات المدينة لفصول صيف قادم أشد جفافا كنتيجة لتغير المناخ في تلال ماندب في سومرسايد تقلصت طيارات المياه والتي كانت تتضفق عادة عبر الكهوف المظلمة في الشتاء إلى قطارات قليلة علماء المناخ فوجئوا بالسرعة التي ارتفعت بها درجات الحرارة في بريطانيا في السنوات الأخيرة ومثل ذلك من فرض السلطات حذرا على استخدام خراطيم المياه في بعض مناطق البلاد وهو الأمر الذي تستعد له لندن في القريب العاجل أكد تقرير حديث للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يقيم ستة من بين كل عشرة أشخاص في العالم في المناطق الحضرية بحلول عام 2030 وترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب من 68% بحلول عام 2050 وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة برزت في الأوينة الأخيرة مبادرات شبابية عديدة تسعى إلى ابتكار الحلول للعديد من القضايا الملحة التي تواجه المدن مثل التلوث والافتقار إلى الإسكان المناسب ونمو الأحياء الفقيرة والبنية التحتية غير الملائمة والقديمة وتصاعد الفقر والبطالة بحث رئيس مجلس القضاء على العراقي فائق زيدان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت دور القضاء بمعالجة الإشكاليات الخاصة بالأزمة السياسية ذكر إعلام القضاء في بيان أن الجانبين بحث دور القضاء في معالجة الإشكاليات القانونية التي تخص الأزمة السياسية التي يشهدها العراق حاليا أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبدالله يارل أن الصحراء لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين وشدد رئيس أركان الجيش العراقي على ضرورة الاستمرار بعمليات البحث والتفتيش في المناطق الصحراوية لتدمير أي وكر يحاول الإرهابيون الاختباء فيه مشيدا في الوقت نفسه بمستوى العمليات النوعية التي نفدها الجيش ونجحت في تأمين مناطق غرب الأنبار أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب على مدار يومين عددا من متدربي الدفع رابعة من البرنامج الرئاسي للتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين مجلس النواب والأكاديمية الوطنية للتدريب ووفقا لبرنامج الزيارة تفقد متدرب البرنامج الرئاسي القاع رئيسي للمجلس والمتحف كما تفقدوا مكتبة المجلس وشاهدوا فيلما تسجيليا عن تاريخ الحياة البرلمانية الممتد لأكثر من 150 عاما من جانبه نقل الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد منع تحيات رئيس مجلس نواب لمتدرب البرنامج الرئاسي للقيادة واعتزازه بدور الشباب في رفعة وبناء الوطن مشيرا إلى إشادة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية على تأهيل الشباب والذي برهن عليه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وقدم المستشار أحمد منع شرحا مختصرا عن تطور الحياة النيابية وتعريف بمهام مجلس النواب وآليات عمله وفقا لنصوص الدستور واللائحة داخلية للمجلس كما وقف الحضور الدقيقة حدادا على أرواح ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة وتواجه المستشار أحمد منع بخالص التعاذي إلى أسر الضحايا الأبرياء والشعب المصرية داعيا المولى عز وجل أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد أربعمائة وسبعة عشر عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق أربع وعشرين مدرية أمن وسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، خطفة وضبط معهم مائة وثمان وسبعون قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقالية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط ستين متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع ستمائة وإحدى وعشرين قطع السلاح ناري أبرزها رشاش تسع وسبعون بندقية سلاس وستون بندقية ألية وستة وعشرون مسدسا واربعمائة واثنان وخمسون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وثمانون خزينة إضافة لألف وثلاثمائة قطع السلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ سلاس مائة وواحد وثمانين ألفا ومائتين وسبعة وأربعين حكما قضائيا من بينهم ألف ومائتان وتسعة وخمسون حكم جنيا ومائة وأربعة وأربعون ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعون حكم حبسا ومائة واثنان وثمانون ألفا وسلاسة وسلسون حكم غراما واثنان وخمسون ألفا وتسعمائة وستون حكم مخالفا وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط تسع تشكيلات عصابية ضمت ستة وثلسين متهما قاموا بارتكاب سمانية وثلسين حادث سرق متنوع وتم كشف غموض سبعة وثمانين حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرق وضبط مرتكبها بإجمالي مائة وسبعة وأربعين متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط تسعمائة وإحدى وتسعين قضية إدغار في المواد المخدرة من بينها أكثر من مائة واربعة وستين كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من مائتين واثنين وسبعين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يزيد عن أربعة وعشرين كيلو جرام وضبط قرابة ستة كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى أكثر من سبعة ونصف كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد خمسة وعشرين ألفا وخمسمائة وأربعة قرص مؤثر وخمسة ألاف ومائة واثنين وخمسين قرص ترامادو المخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي عشرين مليون جنيها وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال أربع وعشرين ساعة من ضبط أربع مائة وإحدى وسبعين قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من مائة واثنين وثلاثين طن مواد غدائية وغير غدائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة خمسين طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط قرابة ثلاثة وتمانين طن أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط سبعمائة وإحدى وخمسين قضية من بينها اتنتان وتمانون قضية خبز ناقص الوزن وستون وأربعون قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات تلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط ثلاث عشرة قضية بمضبطات بلغت قرابة خمسة وسبعين طن أقماح محلية نظمت مدرية الصحة بمركز أسوان قافلة طبية مجانية بقرية الجوزيرة دمن المبادر الرئاسي حياة كريمة وتم الكشف على ألف وخمسين من المترددين على القافلة في عشرة تخصصات مختلفة وتوافر أكثر من مائتين وثلاثين نوعا من العلاجة وتم الصرف بالمجانة كما تم تحويل عدد من المترددين للمستشفيات تابعة للمدرية لإجراء إجراحات متنوعة وعمل أشعة رانين مغناطيسية ومقطعية فكرة القافلة الطبية هي الوصول بالخدمة الطبية لأهلنا والناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا ومناطق البعيدة عن خدمة الطبية في ظل مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة نحن عندنا التحليل والأشعة والعلاج بالمجان لو محتاج زي ما بقول رعاية سنوية محتاج تدخل جراحي محتاج أشعة رانين مغناطيسي مثلا أشعة رانين محتاج منظر جراحي بنحاول لقرب مستشفى تابعة للمدرية الشرور الصحية بنستكمل بقى إلى جراءات هناك لإستثار قرار علاجة عن نفق الدولة للحصول على الخدمة الطبية كاملة سواء تدخل جراحي أو أشعة معينة أو إستثار قرار علاجة عن نفق الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة لصرف العلاج الشهري من المستشفيات بالمجان قوافر الطبية العلاجية تجيب محافظة أصوام من أقصى الشمال لأقصى الجنوب بننفذ قفلتين طبيتين كل أسبوع زي ما قلت لحضراتكم في ظل مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة الرسول بالخدمة الطبية لأهلنا والناسنا في المهات المحرومة والأكثر احتياجا نظمت جامعة تنطى قافلة طبية بقرية الدلجامون بمركز كفر الزيت تابع لمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال قافلة تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين من أهالي القرية وتحويل أربع وتسعين حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة انطلقت قافلة طبية في قرية أم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 124 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها 36 فحصا معمليا كما تم إجراء 21 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتجرى جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان للمواطنين وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال لقائه مع قيادات الوزر عقب أداء اليمين الدستورية أكد الوزير أنه سيعمل مع الوزراء بالحكومة والمحافظين للبناء على ما تحقق من مشروعات وبرامج وخطط خلال الفترة الماضية كما وجه وزير التنمية المحلية هشام أمنى القطاعات المعنية بالوزراء بسرعة متابعة وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية وبالأماكن العامة بحثت مصر وسلوفينيا سبول دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار المتبادل في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهايدروجين الأقدر وخلال استقباله سفيرة سلوفينيا بالقاهرة أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرا إلى تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في هذه المشروعات بحثت وزارة البترول والثورة المعدنية مع أحدى الشركات اليابانية الرائدة فرص التعاون لإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر كمصدر للطاقة منخفضة الكربون من خلال دراسة مبدئية أجرتها الشركة لتقييم فرص التعاون الممكنة مع قطاع البترول هذا وأكد وزير البترول طريق الملة أهمية إجراء المزيد من الدراسات خلال الفترة القادمة للوقوف على جدوى المشروع وتوفير سبل نجاحه يشار إلى أن الأمونيا الزرقاء هي أحد أهم الحلول الجديدة لتوفير طاقة منخفضة الكربون علاوة على كونها حلا جزئيا لمواجهة التحديات العالمية لزيادة الطلب على الطاقة كما تستخدم كمصدر لتوليد الكهرباء منخفضة الكربون بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية في تشكيل وعقد لجان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية وذلك استعدادا لاستضافة مصر كاب 27 وقالت وزيرة تخطيط هلا السعيد أن المبادرة تأتي في إطار دور مصر الرياضي في مجال التنمية المستدامة وما تليه الدولة من أهداف وأهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات مشيرة إلى أنها تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي حيث تركز على التنفيذ والتدبيق على أرض الواقع أكدت وزارة البيئة أن الأزهر الشريف كان في مقدمة المؤسسات التي أظهرت الدعم الكامل لصدافة مصر لمؤتمر المناخ القادم كوب 27 وساهمت بالأفكار والرؤى البناء مشيدة بخطبة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر في الفاتيكان حول المناخ جاء ذلك خلال إعلان مبادرة مناخنا حياتنا والتي تتضمن تنفيذ قافلة أسبوعية لمدة عام وحملة توعية شهرية و24 ورشة عمل وتدريب 100 واعظ وواعظة في مجال التوعية بتغير المناخ بالتعاون بين مركز الأزهر للفلك الشرعي وعلوم الفضاء والمراكز البحثية المتخصصة أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة أن مبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ صديق للبيئة ومن المباني الدكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة جاء ذلك خلال جولة تفاقدية للعمل بمبنى مجلس المدينة الجديد ضمن الجولات التفاقدية اليومية المستمرة لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة حيث شدد المحافظ على الاستمرار في مضاعفة ساعات العمل وتكتيف العمال للانتهاء من الأعمال في مواعيدها المقررة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح سيسي بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد ماركيوس أبو سيفين في منطقة بابا بلجيزة بعد تعرضها لحريق بالأمس للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية أرجو أن تصف لنا ما الجديد في المشهد لديك بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح سيسي الهيئة الهيئة الهندسية بإجراءات المتابعة والترميم لهذه الكنيسة تحياتي لكم مصطفى وإيمان بعد التحية يعني الآن نتواجد أمام كنيسة أبو سيفين بمنطقة بابا هذه الكنيسة التي تعرضت لحادث أليم بالأمس ولكن استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة هذا الحادث سواء من الحالة الصحية أو بعدها بتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء في عملية الترميم لهذه الكنيسة بمجرد أن أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للهيئة الهندسية بدأوا بالفور في التواجد في هذه المنطقة أمام الكنيسة بالأمس تحديدا في تمام الساعة الرابعة أو الخامسة عصرا لسرعة تنفيذ هذه التوجيهات والبدء في عملية الترميم منذ أن تواجدنا هنا في هذه المنطقة أمام الكنيسة ونحن نرى خلية نحل من العمال الذين يعملون على إعادة الترميم لهذه الكنيسة سأضعك الآن مصطفى في هذه الصورة الهند لعملية الترميم التي تتم أولا هذه هي الواجهة الخاصة بالكنيسة الواجهة يعني شبه انتهت تماما أو يعني نسبة كبيرة من الواجهة قد انتهت عادت إليها الشكل الجمالي مرة أخرى وربما ستكون أفضل من السابق عملية الترميم في الواجهة تتم بعدد كبير جدا من العمال الذين يواصلون الليلة نهار العمل هنا في ترميم الكنيسة على مدار 24 ساعة كما تحدث إلينا مسؤول الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كما ترى من يعني في الطابق الثالث والرابع هم أكثر الأدوار تضررا بالحادث لأن الحادث يعني قد اندلع في الطابق الثالث ثم تساعدت النيران إلى الطابق الرابع فيعني الطابقين هم الذين فيهم يعني إجراءات كبيرة من الترميم وبعض التلفيات الكبيرة علمنا أيضا من مسؤول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يعني مسؤول عن عملية الترميم هنا أن هناك بعض اختبارات السلامة والأمان تتم للطابق الثالث والرابع للوقوف على بعض النتائج التي ستساعد في عملية الترميم أو اتخاذ بعض الطرق أو بعض الإجراءات المعينة الخاصة بالأسقف والخاصة أيضا بالمقاعد الموجودة أيضا سيكون هناك شبكة أمان لمكافحة الحرائق فيما بعد فسيتم تغيير كل شيء كان موجود فيه داخل الكنيسة الأهالي هنا أيضا يعني عبروا عن سعادتهم بمجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأنهم يشاهدون منذ الأمس الترميم الذي يتم سواء في الواجهة أو داخل من داخل الكنيسة خاصة في الطابق الثالث والرابع أيضا هناك يعني بعض الأهالي تحدثوا وقالوا بهذه الجملة أن الهيئة الهندسية هي رقم واحد في عملية الترميم وجهود كبيرة تتم أيضا يعني من خلال عملية الجهود التي تتم في ترميم الكنيسة أنه من المتوقع الإنجاز في الوصول إلى نهاية الترميم بشكل كامل الأهالي يتوقعون في خلال يومين أو يعني لا يزيد عن انتهاء عملية الترميم نظرا للجهود المبذولة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أيضا يعني الأهالي يطمئنن من خلالهم على حالة المصابين في المستشفيات هم بحالة جيدة وفي انتظار خروجهم في الوقت القصير القريب ولكن جهود تتم مبذولة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابا والآن عودة إليكم مرة أخرى مصطفى وإيمين شكرا جزيلا زميلي مراسل التلفزيون المصري محمود جميل على هذا العرض وتمانياتنا بتمام الشفاء والمعافاة للمصابين شكرا جزيلا محمود جميل بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى التفكير بأهم العنوان مناورات صينية جديدة حول تايوان تزامنا مع زيارة وفد الكونغرس الأمريكية استمرار تبادل الاتهامات بين كيف وموسكو بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية مخاطر الرقود في منطقة اليورو تصل لأعلى مستوى منذ عام 2020 ختموا نشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة ودنتم في أمان الله شكرا لطيب المتابعة وديك